أقام الاتحاد الدولي لمنظمات السلام العالمية حفلة إفطار لأطفال الأيتام من مختلف دور ومراكز الأيتام في المملكة حضر الحفلة رئيس وعضاء الاتحاد الدولي لمنظمات السلام العالمية ومدير الأوقاف فراس أبو خيط وعددون من المدعوين من الشخصيات الرسمية والإسلامية بمشاركة 60 طفلا وطفلة وقال مدير العلاقات الدولية في الاتحاد الأب الدكتور جري السسميرات إن هذا الإفطار يأتي تواصلاً للنشاطات التي يقيمها الاتحاد على مدار السنوات مثل ما يأتي تجسيداً لقيم التكافل والتعاضد المجتمعية ونوهت سفيرة السلام الدكتورة سناء الشبلي إلى أن الهدف من حفل الإفطار هو رسم البسمة على شفاه الأطفال وإدخال الفرح في نفوسهم واجتمل الحفل على تنفيذ العديد من الفعاليات الترفيهية التي أدخلت البهجة في قلوب الأطفال إلى جانب توزيع الهدايا عليهم